وردا على اتهامها بالتدخل في الانتخابات الامريكية اعتبرت وزارة الخارجية الروسية ان الهدف من وراء تلك الاتهامات هو افساد الاجواء عشية لقاء القمة بين الرئيسين الروسي فلادمير كوتين والامريكي دونالد ترامب هذا اعربت الخارجية في بيان لها عن اسفها لمواصلة واشنطن نشر المعلومات الكاذبة بحسب البيان وفتح قضايا جنائية بدوافع سياسية اشارت الخارجية الى ان المزاعم الامريكية لا تعتبر دليلا على انتماء الاشخاص المتهمين الى الاستخبارات الروسية وعلاقاتهم باختراق الحزب الديمقراطي الامريكي